لما كان لما كان بتلعب بالنشئين كان ثمت شيء في الشباب نحية بدنية حدا جدا والحماسة ورغبة شديدة جدا وكنا بنشوفهم دوافع كبيرة دوافع وكل عايزه فأنا متأكد أن أكتر الناس عادة بتشكيل الآل النهاردة كان الكابتن أحمد سامي كان شيء الهم أنه يقابل هذا الشباب المتحمس لكن كمان ساعدت مش بس كده أنت ساعدت أنك حطيت طهر أحمد طهر طهر محمد طهر بكراية طبعا مؤكد هو كان في زين وحاجة عايز يطلع بمكسب واحد أو اثنين من هذه المباراة أرجو أن يكون لقى هذه المكاسب وزي ما قلت لك خلينا في اللي جاي مش وقت يعني وكاس أنها بتحصل في حاجة زي كده بطولة رسمية ودية يعني تخلينا تخلي بالنا بس أنا عايزة أقف هنا عند نقطة أستاذ براهيم والله أنا بتشاقم جدا بالتحفيل 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 أنا عايزة أقول للشباب كلنا والهيسة اللي بتتعمل يعني يعني الناس حفلت على زمالك بخسر ثلاثة من المحل بفريقه يعني دي خسرت ثلاثة بفريقك حلوة دي احنا عملناها لعبة موجعة كل فرقة خاشة خايفة من كل ماتش عشان هيتحفل عليها من اللي حيحصل لها مش من الماتش نفسه أيوة ما احنا لو خدنا أن دي كرة نستفيد منها ويمن هكذا يوم لك ويوم عليك دنيا حناخد من الكرة متعتها إنما ناخد منها عذابها مش عايزين ده كلام مهم ده كلام مهم لأنه برضو في هزيم أو في نتائج الآخرين الدنيا بتزيد عن الحد قوي وبتبقى موجعة حتى للطرف التاني وما فيهش شيء من اقترام طريقة المنافسة يعني كلام مش وجيوي على ده مناسبته الحقيقة يعني يا جماعة تقبلوا النتائج على محمل الندي رياضة وإن كنت لو في هذا الموقف هتحسي إيه إنت استفدت قيمة التحقيق هل أنت بتلعب كرة القدم عشان تدين لقدامك ولا أنت عشان تستمتع أنا عايزة أستمتع بفرقتي بالظبط أنا كنت أستنى فرقة لقالة عشان أستمتع مش عشان أخرج منها بحاجة أدين بها اللي قدامي بس طيب اللوم على مين على أفشة ولا على أحمد عبدالقادر ولا على مين نشوف رأي العميد أحمد حسن نحن من أول ما شفنا تشكيل تشكيل النادي الأهلي من الأول وإحنا كلنا حطايا أنها يعني في التشكيل يعني حتى دكتور طاعد يبص كده ويقول فأنا قلت لك هو حتى يجل بيلعب بطريقة أربعة ستة أو أربعة زيو ستة أربعة زيو ستة مش كده صحيح طيب يعني نص الملعب أنت عندك زيو مفيش وده الدليل اللي احنا شفناه في المطسل هو كان ممكن يلعب بنفس الشكل اللي هو لعب به أو بالتشكيل اللي هو لعب به بس يختار الأماكن الصحة للعيبة مش مجال أننا بحط 11 لعيب مش مهم بدا بلعب فين دا بلعب فين دا بلعب فين لأن في منطق المنطق مش موجود أنت بتلعب بطاهر محمد طاهر وبتلعب بأفشة لأنه لما ويك الأهداف دلوقتي هو ويك كواس في ناس هي عندها الملكة أني بتعف تغطي بتعف تقفل لأفشة عنده الملكة دي ولا أحمد عبدالقادة عنده الملكة دي فأنا ملومش عليهم أنا لوم لما سماني اللي حطوهم في المكان دا لأنه هو النهيدة مضيف فني هتقول لي إلعب في المكان دا هلعب بس هتأخذ مني إيه خلاص ما تكرار الأمر نفس الكلام لناس مش في أماكنها تجربة مجايب ومتضر للنار ما وماش جاهزين بدانية وفي أحسن وضع يعني وما تعودش ألعبه مع بعض بالطريقة دي مقبول أو قد تجتمس العذر اللعيبة ولكن أنا بقول الحمد لله أن الحاجات دي بتجيلنا في الحاجات اللي ما تفرقش ولو كناها بتقلقنا على اللي جاي فلو لقينا الأمور بيتم تدركها في اللي جاي خلاص ماتش عاد دا يعني